أكثر من نقطة أثارها كريم في ما كان يقوله أول حاجة أن مصر عادت فتح المعبر من الجهة المصرية طواعية للي عايز من الفلسطينيين العالقين للي عايز تاني نأكد على الفكرة أنه يعود لقطاع غزة المساعدات الإنسانية التي لا تتوقف والوساطة المصرية والعلاقات الطريبة مع جميع الفصائل الفلسطينية طيب خليني أخذ نقطة نقطة من مسألة معبر رفح لم يغلق لحظة لا أمام العابرين قصدي من مصر إلى قطاعز بوضح هذا الأمر لم يغلق لحظة طول الوقت المعبر رفح من اتجاه المصري هو مفتوح طيب هو إيه اللي حصل في توقيت معين أنا المعبر ليه جانبين الجانب الفلسطيني تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع مرات حتى توقيتنا الحالي فده كان بيجعل فيه حالة من حالات الصعوبة في إيصال المساعدات بسبب انهيار البنية التحتية للمعبر من الجانب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي وده عدوان لم تشهد الإنسانية في العصر الحديث عدوان بهذا الشكل وبتلك الأمجية الأمر الآخر من اللحظة الأولى الدولة الوطنية المصرية يعني وعية لكل تفاصيل ما يحدث وخلينا أقول حضرتك من عدة شهور كان فيه عدوان من استطاع أن يوقف هذا العدوان هو الدولة الوطنية المصرية ولم تكن هناك ساعتها لا شراكة مع أي دولة أخرى ولكن كانت بوساطة مصرية خالصة لكن قبل هذا الأمر الدولة الوطنية المصرية بتعمل بشكل دقيق على حل الخلاف الداخلي ما بين الفصائل الفلسطينية وكان فيه العديد من الاجتماعات التي عقدت داخل مؤسسات الدولة الوطنية المصرية لرقب الصدع ما بين الفصائل الفلسطينية وبالتبعية ده كان فاتح تواصل مستمع ما بين الدولة الوطنية المصرية وما بين كافة أبناء الفصائل الفلسطينية لأن خد بالحضرتك من نظر يعني بعد حالة الشقاق التي حدثت في 2006 و2007 فده البعد التائخ للموضوع كان فيه أزمة ضخمة جدا في وجود تواصل مباشر لحل القضية الفلسطينية كان فيه خلاف ما بين الفصائل بالتبعية الدولة المصرية تدخلت في هذا الأمر وعلى علاقة جيدة وطيبة بكل الفصائل الفلسطينية لتوحيد الجهود الفلسطينية وإعادة إحياء منظمة التحيير الفلسطينية وصولا للحل التي أكدت عليه مرة أخرى في بداية الأزمة إعلان دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 4 يونيو سنة 1967 وتوحيد الصف الفلسطيني وأحياء منظمة التحيير الفلسطينية وده تاريخيا يعني بعد الانقسامات التي حصلت داخل البيت الفلسطيني كان عين مصر دايما على فكرة توحيد توحيد الجهود وده كان أمر راقي جدا من الدولة الوطنية المصيرية ترجمة نانسي قنقر